من بغداد ينضم إلينا مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى يعني وفد حكومي كردي في بغداد ليتم ببحث عن حلول لهذه الأزمة لأزمات كردستان أيضا يعني هل تم التوصل إلى أي شيء حتى الآن؟ مرحبا جمانة يعني هذا الوفد بالتأكيد هو يحاول أن يتحصل على شيء من بغداد ومن الحكومة المركزية خصوصا وهو الآن أو أقصد حكومة أقليم كردستان تقع تحت ضغط التظاهرات المستمرة في الأقليم وتحديدا في محافظة السليمانية منذ تسعة أيام وحتى هذه اللحظة الوفد الكردي الآن يحاول التحصل على حلول عاجلة من أجل توفير بعض المبالغ المالية التي تمكن حكومة أقليم كردستان من دفع رواتب الموظفين الصاخطين في أقليم كردستان على تأخر رواتبهم منذ أشهر وكذلك الاستقطاعات التي تحصل على الرواتب وهذا الأمر ربما يعطي نوع من الأفضلية للعاصمة العراقية بغداد والحكومة المركزية في بغداد في جانب التفاوض مع الأكراد الذين تقول بغداد أنهم لطالما رفضوا إرسال أموال الواردات النفطية وغير النفطية من منافذ الحدودية وأن المعلومات في بغداد حول هذه الواردات شحيحة جدا وبالتالي الآن بغداد ربما تحاول أن تصل إلى أرضية مشتركة مع وفد الأقليم لكن بأفضلية لها بكل حال الأحوال الوفد برئاسة قوباء طلباني نائب رئيس أقليم كردستان وعضوية الكثير من الوزراء والنواب في البرلمان في أقليم كردستان العراق اتقوا بوزير النفط واتقوا أيضا بوزير المالية يحاولون أيضا بالإضافة إلى إيجاد صيغة مشتركة وتفاهم مشترك مع بغداد فيما يخص طبعا قانون العجز المالي لإضافة إلى محاولة ضمان حقوقهم في موازنة عام 2021 التي تستعد الحكومة العراقية الآن لوضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها إلى البرلمان العراقي ربما لإقراءتها وإعطاء الملاحظات وبعد ذلك التصويت ماذا عن الاحتجاجات في سليمانية مصطفى؟ دعنا في التفاصيل يعني الاحتجاجات تزال مستمرة اليوم الجديد في الموضوع أن التظاهرات انطلقت في وسط مدينة السليمانية وهي طبعا خاضعة لقانون التظاهر الذي أصدرته حكومة تقديم كردستان التي منعت التظاهر بأي شكل من الأشكال في كل محافظات الأقليم وبالتالي المتظاهرون تحدوا حكومة الأقليم وخرجوا بهذه التظاهرات أمام مبنى المحافظة في السليمانية كان هناك إطلاق لقنابل غاز المسيل للدموع انتشار أمني كثيف حول مبنى المحافظة وكذلك في بقية مناطق السليمانية أعضاء ونواب في برلمان كردستان شاركوا في هذه التظاهرات البعض منهم اعتقل البعض الآخر تعرض للغاز المسيل للدموع وبالتالي التظاهرات مستمرة الأقضية التابعة للسليمانية الحركة منها وإلى داخل المدينة ممنوعة حتى هذه اللحظة من قبل السرطات في أقليم كردستان خصوصا في أقضية دربان ديخان وكذلك بنجويد وكفري والأقضية الأخرى الحالة لا تزال حتى هذه اللحظة على المستوى الأمني استنفار من قبل القوات الأمنية وعلى ما يبدو أن هذه التظاهرات سوف تستمر خصوصا وأن المتظاهرين في الأقليم أدركوا بأن ضغوطاتهم ربما تثمر أو أثمرت حتى هذه اللحظة بإرسال وفد حكومي رسمي للعاصمة العراقية بغداد نعم مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك